خادم الشعب عرض متواصل على القنوات العالمية إذن شهد المسلسل الكوميدي من بطولة خادم الشعب من بطولة الرئيس الأوكراني فولديمير زيلانسكي شهد إقبالا ملحوظا دفع بوسائل إعلامية في دول عدة إلى التهافت للحصول على حق بثه ويؤدي زيلانسكي دورة بيتروفيتش غولوبور داكو معلم بمدرسة ثانوية ينتقل إلى الرئاسة بعدما نشر أحد طلابه مقطعا بل أحد طلابه مقطعا مسجلا له بينما يدين الفساد الرسمية في أوكرانيا عام 2015 ويتولى إدارة شؤون البلاد متجنبا مزايا كونه قائد من خلال الحفاظ على حياته العادية وفاز إذن المسلسل بجائزة أفضل مسلسل روائي طويل في حفل توزيع جوائز تيلي ترايميف في أوكرانيا وأيضا بجائزة جولد ريمي للكوميديا التلفزيونية عام 2016 في مهرجان وولد فيست في هاستن ولمدة ثلاثة مواسم حقق المسلسل نجاحا كبيرا في أوكرانيا وقد عاد إلى الأضواء ونال اهتماما واسعا منذ تعرض البلاد لهجوم من روسيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة